بسم الله الرحمن الرحيم احنا لما نتكلم عن الاندومي يبقى بنتكلم عن حاجة الناس كلها تقريبا عرفاها اشهر من نار على العالم يعني لمكلهاش اما بيحبشا كلها في الغالب لازم يكون سمع عنها الكلام ده مش في مصر بس لا ده تقريبا في كل انحاء الكرة الارضية لدرجة ان فيه مرض جديد ظهر اسمه ادمان الاندومي بعض خبرات التغذية والصحة بعضهم الحقيقة مش كلهم بيقولوا ان الاندومي لازم ملابد يتحط مع كل اصناف الاكل اللي بتقال عليها اللي هي جونك فودز يعني او الاكل الخردة يعني الاكل اللي كله ضرر وقاذى وفي نفس الوقت ما فيهوش اي فايدة للجسم السبب في الكلام ده ان الاكل المصنع يعني زي اللي هم مصنعة كده واي خضار او خضروات او فواكه معلبة واي انواع اكل مطبوخة بالكامل او نص مطبوخة او نص مسلوقة وبرضو معلبة كل انواع والاصناف اللي بالشكل ده لازم يتحط فيها مواد حفظة والوان وروايح ومكسبات طعم وكل الاصناف دي غالبا عبارة او كل المواد دي عبارة عن مواد كيموية اه مواد صناعية يعني المشكلة كلها الاضافات دي بتتحط ادي ايه وصلاحياتها ايه ومصدرها ايه وده كله علشان تبقى في افضل واحسن شكل وصورة وطعم وريحة اللي يخلي المستهلك بعد كال الاصناف دي يأكل بدون حساب وعلى قد ما يقدر وبصفة مستمرة كمان وده كله هينطبق على الاندومي حرفيا يعني تقال على الاندومي انها بتسبب امراض كتيرة زي الضغط العالي وامراض القلب والشرين والسكر والفشل الكلب والفشل الكبدي اه واجهاض للحامل وهبوط مستوى الزكاء وارتفاع مستوى الغباء والحقيقة ليست كبيرة من الامراض الخطيرة اهمها واخطارها السرطان بطبيعة الحال وقبل ما نخش في الكلمة التقيل ده نحب بس نقول كلمتين على الماشي كده عن الاندومي من باب العلم بالشيء يعني الاندومي دي عبارة عن كلمة من مقطعين اندو مين اندو دي اول حروف من كلمة اندونيسيا اما مين فدي معناها باللغة الاندونيسية الماكرون الرفيعة او الشعرية يعني الاندومي اختراع اندونيسي 100% اول ما ظاهرة الاندومي كان عام 1969 وكانت عبارة عن شعرية مسلوقة نص نص وكانت سادة انما عليها كل الاضافات اللي بتتحط على اي اكل مصنعة وبعد كده ظهرت الاندومي بقى بكذا طعم يعني اندومي بالفراخ وباللحمة والخضار الاخر وكترة مصنع الاندومي وعلى مستوى العالم كله وبالمناسبة نيجيريا فيها اكبر مصنع لانتاج الاندومي في قارة افريقيا كلها وفي الغالب ان سبب انتشار الاندومي ان اغلب الناس بتعتبرها وجبة جهزة سرعة التحضير وسهلة التحضير كمان يعني مية مغلية نحط فيها كيس الاندومي وعشر دقيقة بس يبقى معانا وجبة زي الفل الاندومي عبارة عن مواد نشوية معقدة ودهون وملح كتير يعني لا بروتينات ولا بيتامينات ولا املح معدمية ولا الياف طبعية يعني من الاخر نقدر نعتبرها فقيرة جدا في العناصر الغذائية اللي اي جسم محتاجها الملح الكتير اللي في الاندومي سهل قوي يزود الضغط عند اللي بيشتكي من الضغط العالي وكمان سهل قوي ان اللي معندوش ضغط عالي يجيلو ضغط عالي الضغط العالي هو سبب الرئيسي في امراض القلب والشرايين والزبحة الصدرية والسكتة الدماغية الملح الكتير بيخلي الكلة في حال التعب واجهات دائم علشان تخلص الجسم منه وده ممكن في الاخر يعمل هبوط في كفاءة الكلة ودخلها في مشاكل صحية ممكن تنتهي بالفشل الكلوي الدهون اللي في الاندومي دهون مشبعة وده اسوأ انواع الدهون اللي ممكن تخش الجسم يعني كوليسترول بيبقى عالي جدا وبالتالي انسداد في شرايين كثيرة في الجسم وبصفة خاصة الشرايين التجيب تحت القلب وده معنا لو حصل عدم كفاءة عضلات القلب وقصور في الشرايين وقصور في الدورة الدموية اللي هتأثر بالتالي على كل عضو في الجسم من شعر الراس لحد صوابع الرجلين المكون الأكبر في الاندومي عبارة عن نشويات وزا بقلنا نشويات معقدة جدا وهضمها كمان بيبقى صعب يحبتين يعني مش زي النشويات تحت الرز والبطاطس ده بتخلي الجهاز الهضم يشتغل أكتر من اللازم علشان يهضمها وده ممكن أو يأثر تأثير سلبي وسيء على المعدة والأمعاء بسفة خاصة النشويات دي هتطلع كميات كبيرة قوي من الجلوكوز اللي ممكن يعمل مرض السكر لأي واحد سليم أو يزود من معدل السكر عند المريض بالفعل بمرض السكر النشويات دي مع الدهون اللي قلنا عليها اللي هي الدهون المشبعة ممكن يعملوا زيادة في الوزن بكل بقى المشاكل الصحية بتاعت السمنة والبدانة على كل أجهزة الجسم الاندومي بتعمل أمراض كتيرة زي ما شوفنا الحقيقة أو بزود من سوء بعض الأمراض اللي موجودة بالفعل إنما بالرغم من ده كله مفيش إثبات بالقطع ولا باليقين إن الاندومي بتعمل سرطان من أي نوع والأمراض اللي فاتت دي كلها بتاعت الاندومي غالبا بسبب الإدمان على أكل الاندومي بصورة يومية وربما أكتر من مرة كل يوم وده بيحرم أخونا المدمن من أنه يأكل حاجات تانية جسمه محتاج لها زي الخضروات والفواكه والبروتينات ونشويات تانية أفضل من النشويات اللي موجودة في الاندومي وهو ده سبب رئيسي في انحضار الحالة الصحية لمدمن الاندومي بالإضافة لإصابته بقى بكذا مرض في نفس الوقت يخله حالته الصحية أسوأ وأسوأ على أي حال وبس عشان نطمن الأمهات بصافة خاصة نقول أن الطفل وطبعا من الكبير بطبعة الحال يعني لو كان الطفل له مزاج أو يعني يأكل الاندومي يأكله بمعدل مرة كل أسبوع مفيش مانع المهمة تبقى مرة واحدة كل أسبوع وبكمية قليلة ولازم نجبر للطفل في الحالة دي أنه يأكل مع الاندومي أي خضار وأي بروتين وإلا نحرمه من الاندومي بتاعه ده عموما إحنا لما بنقول يعني مرة كل أسبوع بكمية صغيرة فده علشان الجسم السليم يقدر أو يتخلص من كل الأثار السلبية بتاعت الاندومي وبكل سهولة ويمكن في خلال يوم أو يومين بالكتير إنما للإحتياط بس ياريت اللي عنده مشاكل في الضغط أو القلب أو مرض السكر أو وزنه زايد أو عنده مشاكل في الجهاز الهضمي ياريت دول كلهم يستغنوا عن الاندومي وفي الآخر يعني ربنا يتوب على كل مدمن اندومي وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته